جاهز تحكيها زي ما هي؟ انت جاهزة؟ السلام عليكم صباح الخير ومساء الخير في الوقت اللي بتحضروا فيه هذه الحلقة من بودكاست زي ما هي اليوم على غير العادة انا شوي متوتر تخيل عزيزي المشاهد انه انا متوتر وتخيل انه اليوم ضيفنا رح يكون ضيف محاور قوي من الطراز الرفيع تخيلي عزيزي انه اليوم احنا معانا طارق سكيك من تخيل شخصيا معانا في زي ما هي زي ما هي والله زي ما هي والله انا اللي توترتني تعرف شغلة بتعرف انه انا جدا بتوتر لما بكون الضيف لانه مش عارف وان رايحين بالدسوب لا حتى سألتنا ايش اللي ممكن او كتير حلو هذا الشي انه ولا حتى انه انه انت جاي تجاوب اليوم او خلاص تحترم حالك قاعد راكب في السيارة وتوعس تدخل لا طايمين نروح شمال لا لا خلاص جاهز تحكيها زي ما هي زي ما هي زي ما هي او خالد وعندك شركة ساشن كو وهي للتواصل الحكومي وبخلال هاي الرحلة عملت كمان بودكاست تخيل لو طارق اليوم بده يعرف نفسه بطريق الطارق اللي هي شو رسالتك من هو طارق وشو طارق بيعمل كيف تتعرف نفسه تعرفي مبدأ باب النجار مخلع والله العظيم من يومين احنا احد الخدمات اللي بنقدمها سواء جهات حكومية ولا قطاع خاص هي انه بنعملهم اشي اسمه أو السردية أو القصة شو هي القصة ولسه من يومين قاعد بحكي لواحد بقوله دائما باب النجار مخلع قل لي شو هو طارق بقولك اي واحد فيهم اي واحد فيهم مين طارق طارق اقولك اقولك شغلة فخور جدا باني زوج فخور جدا باني ابن ابن زوج امي وابوي حبايب قلبي واخوتي زوجتي الرائعة ولادي اللي بيجننه اصحابي جدا فخور فيهم عندي صحاب يا الله ما احلاهم يا الله ما احلاهم وعندي ناس حوالي محيط في العمل كل الدنيا بتعرف قديش انا انا فخور فيهم فيمكن هذا هو طارق وما اتوقع انسي تحب قليل تسمعي واحد فخور بصحابه بهاي الطريقة كلهم بحالي بافتخر بمرتي بافتخر بابوي اما افتخر باصحابي لهاي المرحلة هاي حلوة بقولك يتعافى المرء باصدقائه 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 شو رسالتك رسالتي يمكن تشوفي تخيل تخيل هي بتلخص يعني الرسالة انا بحس انه في عنا مشكلة عويصة بالمنطقة العربية لانه احنا شعوب قيادية احنا خيرة امة اخرجت للناس انا متأكد من هذا الكلام مليون بالمية واحفظي هاي الجملة خيرة امة اخرجت للناس لانه هيصير عليها كامبين كامل متكامل قريبا باذن الله لازم نعرف مين احنا احنا نزرع براسنا كثير امور كثير امور كلها غلط احنا احسن احسن ناس في العالم احنا صحة احنا مش مجرمين احنا متسامحين احنا قياديين بالفطرة احنا موقعنا في قلب العالم لسبب في قلب العالم احنا بخمس ساعات بتطيري من هون بتشوفي كل اجناس الارض كل اجناس الارض بتشوفي الهندي والصيني والافريقي واليمني والققازي كل اجناس الارض بتشوفهم خمس ساعات وهذا الموقع اللي ربنا اعطانا اياها على الارض اللي ربنا اعطانا اياها المنطقة العربية هاي مش ببلاش فيه منورها هدف وهذا اللي بيجعلنا أكثر تسامحاً وأكثر تعاطفاً مع كل العالم شو رسالتي؟ رسالتي أنه فيه عننا بعض المشاكل مشاكلنا يمكن تتلخص بعدم قدرتنا على الخلاف لأنه إحنا أصحاب رأي دائماً ودائماً يعني رأي خاوة قوي طيب ما عنا أدب الاختلاف أدب الاختلاف فيمكن كانت أحد الرسائل الرئيسية من تخيل أنه تعرفوا شو بطلع بعمل حلقات وما بعطيكم مصادر أنا حر روح دور واثبتني غلط بمبسط إذا ما بمبسط أنا بفراح اثبتني غلط مش معناها أني عدوك إطلاقاً مش معناها أني عدوك فمثلاً من أقرب الناس لإليه الناس لا أتفق معهم نهائياً يعني مثلاً جلال بطلع بيحكي بقولك التعليم مش مهم أنا لا أتفق معه التعليم أهم إشي في الدنيا أهم إشي في الدنيا وذلك لا ينفي أنه جلال إنساني كويس وإنسان ناجح في مجاله ونازح بما يعمل من وجهة نظره نظره هو طيب فأنا صحبي أنا وإياه أنا هلأ كنت معه قبل خمس دقائق صحبي معه مش معناها أني أني أتفق معه بكل شيء أجمل ما في الدنيا إنك تقعد مع واحد ما يتفق معك إنت بتخيل القاعدة لو إحنا ظل ما إحنا قاعدين عاديين مش موضوع آآ 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 الماي زاكي بتجنن بس أكيد أنت ما كنت طول عمرك بهاي الطريقة لا أيام تقدرت توصل لمحل إنك تتقبل الآخر أو رأيي الآخر بطريقة زي ما أنت هلأ عم تحكي أكيد كان في مرحلة فاصلة ما ما بعرف عن جد والله ما بعرف إنه أقول لك إنه آآ أنا بيوم الأيام طورت من ذاتي ما بعرف ما بعرف اشتغلت على تغييري كثير الخلافات يمكن أو يمكن الخبرة في التعامل مع الكمية كبيرة من الاختلافات آآ يمكن خلتني أطور هذا الشيء إنه إنه مش مشكلة عادي ترى عادي ربا رأيها هيك وأنا رأي هيك أوكي عادي مبروك ربا ألف مبروك فرحان لك طيب بس اسمعي شو في وجهة نظري طيب إذا عجبتك أهلا وسهلا ما عجبتك خلاص بلاش يمكن تعجبني وجهة نظرك شو الخطوط الحمراء عندك باختلاف وجهة النظر يعني هذا الإشي ما بتقبل فيه اختلاف وجهة نظر لا تخذ الدين أطور ولا شيء ولا شيء ولا شيء أنا مستعد أعد وأتناقش مع واحد ملحد بالعكس وبسمع وجهة نظره بكل أريحية أوكي مع أني أهم شيء في حياتي اللي تتمحور حولها كل شيء هو الدين وكل اللي بيعرفوني بيعرف هذا الكلام ليه هو اللي خسران مش أنا هو اللي خسران كل ما أتناقش معه رح أزداد قناعة بس ويمكن يقتنع السؤال بدي أسألك سؤال أسمعي أنا ما بحب أحكي بالدين لأنه أنا مش مؤهل مني أحكي بالدين بدي أسألك سؤال في أهم من الأنبياء قولي العزم مثلا أنا بحكي لك قولي العزم إنهم سيدنا إبراهيم أشهر الناس سيدنا موسى طيب سيدنا إبراهيم لما قعد مع ربنا سأل خاطب الله سبحانه وتعالى وقال له أريني كيف تحيي الموت شو سأله قال له أولم تؤمن شو حكاله حكاله بلى ولكن ليطمئن قلبي هو ربنا بيسأل ما هو بيعرف يعلم أما تخفي الصدور صح فلما سأله كيف ردت فعلك أنا قال له كيف ماط مأم قلبك وأنا بالعكس قال له طيب خود هاي أربعة من الطير حطهم على الجبل ونديهم يأتونك أسايا كذلك أحيي الموت هذا الهدوء بالتعامل إتي بدي حكي عن الله سبحانه وتعالى يخاطب أحد أهم الأنبياء اللي نزلوا على سطح هذا الكوكب وورجاك كيف يحيي الموت إنتي بتخيل التواضع متخيل الشرف والعزة اللي بالمشهد إنتي بس متخيل هذا الشيء حكاية تخيل كثير هو فعلا تتخيل أنبيه هو عظيم صح؟ بس هي الفكرة إنه ليش التعصب ليش شد عحاله فكرة فيها ما في سبب إنه إحنا متعصبين يعني العدوء شايفنا كلنا واحد العدو الإسرائيلي شايفنا كلنا واحد يعني إحنا كلنا شبه بعض إحنا مش شايفين حالنا شبه بعض بطائفيا بالأرق باللون بشمالات بجنوب بشرق بغر إحنا نفسنا مش شايفين بعض زي بعض أما العدو شايفنا كلنا واحد مش فارق معه هذا لبناني هذا غزاوي هذا عراقي هذا يمني هذا شايفنا كل ياتنا واحد وأحنا نفسنا مش شايفين بعض وشايفين كلها الاختلافات ومتمسكين بسفائف الأمور وأصغرها ومنعمل منها قصة أعلامياً بناتنا طائفياً دينياً وعم نخلق مشكلة من الله شيء عارف ليش؟ والله العظيم بالنسبة لي البعد عن القراءة وبعد عن الثقافة وحدة بس في أهم منها والله العظيم شو أول خطيئة بنعرفها؟ شو هي؟ أول خطيئة بنعرفها قبل عصيان إبليس لما قال له وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدب فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر طيب لما استكبر شو صار فيه؟ طرد من الجنة مظبوط؟ صحيح؟ لم يستتاب ما نعرض عليه فرصة ثانية ما ألهم وربه كلمات فتاب عليه صح ولا لا؟ سيدنا آدم عليه السلام غلط وتاب لأنه ما كان إيقو ما غلط إيقو غلط محبة في الله هذاك غلط محبة في الله ولكنه استكبر صحيح انطرد معلم أساس كل شيء كل شيء هو الإيقو لما تفكر حالك أحسن من فلان أو من فلان يا سيدي لما قاله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا أحسن منه كل المشاكل كل الشر اللي قاعد بيصير في الدنيا من مين؟ من إبليس شعب الله المختار إبليس صح ولا لا؟ شعب الله المختار إحنا أحسن من الكل طيب معلم هاي هي أساس الشر فأنا بالتالي لما باجي بطبق هذا على الحياة اليومية أنا شو ضمني أنه اللي بحكي معه هذا مش أحسن مني بمية مرة صح شو ضمني جد والله صح ليه بمية؟ ليش عشان عشاني أطول ولا عشاني أضخم ولا عشاني معاي مصاري أكثر ولا شو بالزبط هي هاي الفكرة بكل بساطة وبعدين أحكي لكم شغلة في قيمة واحدة يتفق عليها كل البشر اللي بتكبر الناس بتكرهوه إذا تكبرت والله العظيم الناس بتكرهك صح حتى لو أظهروا لك حب بكرهوك أنا واحد من قواعدي الحياتية الفاشل اللي بيشوف حاله نفهم أكثر من الناس صح انتهى يعني إذا انت قاعد مع واحد هو مقتنع أنه هو بفهم أكثر منك فاشل شكرا هيفشل قد سنبوينت رح يوصل المرحلة ويقعد محل ما هو وأنت اللي تروس بوجه شكرا لإلك لك انت عم تتعلم هو لأ هو خلاص اكتفى باللي موجود عنده وشايف أنه هو بفهم أكثر من باقي المجموعة اللي حواليه فانت عم بتقول إنه الإيجو بكل أشكالها خطر قباحة وخطر وقرف وشيء مقرف يا عمي يا عمي في حد كامل بالله عليكم في حد من اللي بيحضر قاعد كامل يكتب اسمه أنا كامل 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 الإمام طيب ما فيه والله ما فيه الكمال لله كلنا غلط كلنا بمرحلة ما غلط فانت بالنهاية شو بدك تعمل؟ بدك تستفيد من اللي حواليك يعني مثلا بدي اسألك سؤال بالله عليك هلا أنا مرة قاعد مع أولادي بتعرف انه أنا بتعلم من أولادي كثير أشياء طيب والله العظيم من أولادي وحكيت لهم يعني ما مرة حكيت ليا رأيت لها اسمه يا عبا أنا في كتير أشياء ما بعرفها مثلا لما ولدتي جابوكي من غير بوكس ما في بوكس معي وخالد مثلا نزل لونه أزرق طيب يجل لونين عندنا نزل في صلاوي صفانت معلم انت ما بتعرف جد والله ما بتعرف يعني ما فيه اشي اسمه طب تعال ارجع كيف ربيهم بيش بقول لك اه لا فيه قواعد رئيسية للتربية نعم فيه نصائح واطيت ولكن اذا طبقت على نفس الأولاد ما بتطلعوا نفس الاشي والدليل بتلاقي تسع اخوة متربيني بنفس البيت كل واحد يا سيدي توأم مع بعض طول عمرهم واحد يمين واحد شمال صحيح ما قلتش صح وغلط قلت واحد هيك وواحد هيك مش بالضرورة ما بتعرف طب وين الغلط صار وين الغلط صار توفير البيئة نفسها مستحيل فانت بدك تيجي تطبق لي قوانين فانا شو حكيته لو تلي اسمعي بابا وحكيت نفس الكلام لخالد مش بالضرورة اني بعرف كل شيء ما بعرف كل شيء والله بس عندي خبرة اكثر منكم بكل تأكيد واعرفوا اني بحبكم حب لا محدود لا محدود بدون اي شرط ما بحبكم عشان بدي منكم شغلة وهذا الحب مش متوفر ابدا الا في علاقة الام باولادها واحيانا الاب باولاده احيانا ليه احيانا لانه الام باولادها هو بقولك الحب الوحيد الغير مشروط غير المشروط ليش مشروط انا لاني اب بحب اسمع الجوة انا ما بعرف بقولك في الدراسات بتقولك انه حب الاب غير مشروط وحب الام حب الاب ممكن يكون مشروط بس حب الام قولا واحدا غير مشروط ما في شرط الام ممكن تتقبل ابنها لو كان اسف بهالتعبير هامل ممكن ايش بس هامل بتتقبله بايشي ابني رح يضل ابني لو كان ريجح بوس لو كان متعاطي لو 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 لا بتقدر ابنها ابني الاب ممكن ياخد على خاطره يبعد شوي يأس شوي يعاقب اكتر هو اشوف كل واحد له دور اكيد بالبيت طيب انا مرة مرة قعدت افكر فيها مش مش دراسة فبجوز اللي اجيب العيد يعني بألف بس انا انا بحس انه قراءة شغلة فيري انترستنج مرة بيقولك انه الام لما ابنها بيمرض تمرض معه حرفيا البهب وجع فيه كمان لو الابن مرض او مثلا بتحس الوجع بتحس الوجع بتحس وجعه فبقولك انه هذا شيء مصمم في الام في الانثى لانها ام بس هي جهاز انذار طيب تعال اقولها تصرفي مش بالضرورة تعرف تتصرف لانها هي تحت ضغط كبير كتير مين اللي بتصرف الابن تعال يا وحش اظهر كفاءاتك قود قود العملية الان طيب لانه بدك تساعد هاي الوحدة فمرة مثلا صار معنا موقف بتذكره ابني صغير كان لسه كتير صغير فكننا عم ناكل سمك وانا يعني مش كدير بحبي سمك فطلع من المطبخ بعمل حسن ووجه الزرق اه كاين جوه ماخت شغلة من الطاولة وحطتها في تمه وهي شوكت سمك فوقفوا يعني الامه الزمن كابل والنساء وصاروا يصرخوا يعني بس صراح يعني حسيت حالي بمزرع الديكرومي لوحدة انت بتخيل انه لا 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 فبالنهاية بدك اكشن طيب والكل ما اعتمد عليك بها ديك اللحظة هلا باللحظة هاي هم بدهم هم خليينك تعمل اشي هم هجموا بس صراح فاهم ليش التوتر عالي مليار فانت هون بدك تظهر لو انت نفس الاسلوب وبلشت تصرخ معهم ما هيصير اشي فبدك هون بتوقع بدك تتدخل شي لتوقف اللي عم بيصير وتتصرف تصرف انك تمد ايدك تسحب شغلة من زوره تركض على السيارة تعمل شيء مش مش مشاعرك مش مش مشاعرك هاي يتسيطر عليك فحضرت هذا المشهد اللي هو باحس انه الام جهاز انظار يعني مثلا راني عندها القدرة والله العظيم تعرف انهم مرضاء غير ما تشوفهم ما بعرف كيف موسيقى موسيقى بتحب تحضر أفلام بالسينما أفلام عربية أفلام أجنبية ولا أفلام بلغات تانية طيب بتحب الأفلام الكوميدية؟ ما أنا مش من شار الأكشن الرعب ولا رومانسية أزول إكنا محمة ولا أنت من جماعة الأفلام المستقلة؟ أه ناس بترحمش بس هو كمان ما رحمنيش شو ما كنت تحب؟ اتخيل صار فيك تحضر أد ما بدك أفلام بأقل من عشر دانير بالشهر وكمان خصومات تفضيلية على الفعاليات المقامة على المسرح موفي باس الآن في عمان الآن في سينما الريمبو للاستفسار 078-800-900 بتقوم عندها حاسة 19-23 ما بعرف بتروح بتقول لي فيه إشي ندخل بتلاقي سخن مثلا أو بتلاقيها تعبانة الأم بتحس إحنا بآسف برو بس لا أنا أنا لأن أم وأب بنفس اللحظة هذا الجهاز مش شغال يعني لأن أم وأب فاهم الجهتين كيف عم بكون الله قوي أنا بدي أخذك هلأ على شوي السايد التجاري اللي هو أنا بحب أسمع هاي قصص نجاح وإنت سمال الله عليك يعني الشركتك مسمعة بالريجين كاملة فبدنا ياك تخدنا برحلة الشركة من الـ 2017 ساشن كومبني ساشن كومبني هاي بجوز هذا يمكن موضوع عمري ما حكيت هي قبل لك طريب الخير أنت من مش من السفر يعني أنت زرعت السفر وطلعت منه ما بوقع كان في أي موارد مساعدة أو شوف هي ولا من جماعة أنا بلشت بأول مليون وكامل لا 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 يريك ولو شاريت تفاحها وغسلتها وبيعتها وجبت انت نحن بلشنا من 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 الصفر بلشنا من الماينوس أربعة من قصة كاملة شخص أصحاب الناس تسمعها بدك تاخد يعني بدك تاخد دين من مؤسسة مالية إسلامية طبعا أنا مستحيل أخد قرض مش إسلامي مستحيل 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 أحل الله البيعة وحرم الربا واضحة تعود أبرر الحالي؟ لا خلص هي هيك هي هيك زي ما هي زي ما هي هذه الخطوط اللي ما فيش فيها رأي ورأي اسمعي بديك تاخد انت حرة بس ما عليك رأيك بس بدي أقول لك رأيي أنا بلا مناقشة بالنسبة لطارق أوكي اللي ما أتوقع يتغير في القريب العاجد إلا لو ظهر لي أشياء جديدة أثبتت لي العكس بس هاي الشغلات أنا فهمها أحل الله البيعة وحرم الربا هذا كلام ربنا مش كلامي فما في نقاش بالنسبة لإلي أنا بس بس مع وجهة نظرك ما عندي مشكلة بس لن أغير رأيي بالموضوع أخدنا القرض أخدنا هذا المرابحة ولا بصر شو بيسموها الإسلامية وبدأنا من الماينس من الماينس ووصلت لمرحلة للأمانة وصلت لمرحلة إنه طلعنا مش عم نطلع من الماينس إنه عم نحفر أكثر عم ننزل وصلت لنقطة بيوم من الأيام إنه كان الوضع جدا سيء جدا سيء لإنه في واحد من الشركة الثلاثة قرر إنه يعمل شيء بالمرة مش كويس وأذانا كثير يعني كنا بالماينس فكرنا حالنا إنه عم نطلع وصلنا للصفر رجع رمانة تحت كثير وطلع من الشركة والله يسهل له وبعدين يعني كبل ما نستسلم بثانية لما أخذنا القرار بعدم الاستسلام فضل الله يعني اللا نهاية له الحمد لله طرنا 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 وكيف قررتوا هذا القرار؟ كيف يعني شو الإشي إذا أنتوا بمرحلة الاستسلام؟ شوف عندي خيار من اثنين بحط رجل عالجل بقولك إسمعي الإحاءات كذب حسنا شوفوا قرارة الكتاب وزمان توفيق من الله والله العظيم توفيق من الله أقسم بالله ما بعرف كيف صارت طريق كان عندك دخل بهاي الفترة غير الشركة هاي؟ لما استقلت كنت شكورد لما استقلت أبو صبيح حبيب دليل لما استقلت للمرة 32 مليون لما استقلت من الشركة كان راتبي مش ممتاز كان راتبي كثير مليح لدرجة أنه كثير من الناس اللي حوالي كثير تسألوا كيف؟ وناس بيحبوني كثير وبحبهم جدا قالوا لي ولك يا مجنون ولك أنت مجنون متخلف طيب أدهم واحد منهم أنا فضايحي ولتلك ما عنديش آه ما عنديش خطوط حمراء ممتاز بدكم أعطيكم رقم وبعطيكم نينة هو بعرف وهلأ حيصير يضحك لو حضرهم أنت مجنون كيف تعمل إشي زي هيك ولك أنت راتبك ممتاز وبتتركي في 2016 السوق قاعد وقاعد بصر قلت له معلم هاي اللي أجعك خلاص هاي اللي صار هل هي شطارة مني؟ والله العظيم لا ولكن في نقطة مهمة بدي أرد عليك أنت سألت سؤال كثير حلو قلت لي إنه بديت معاك ولا ما معاك شوف فيه وهم اسمه وهم الأمن فيش شي شي ثابت الثابت الوحيد هو التغيير كل شي بتغير من انت ضامن بكرة راتبك يكمل لا طبعا بس أنا إيش اللي عجقني بقسطك إنه 2016-2013 أنا كنت عادة بدي أحكيها كان وضع السوق مش سيء كان وضع السوق إيش ما شايفين الماي ولا ماي لا عليكم ما ينامين يا الله يفرحك مادين مادين إيش ما شايفين نفس يعني نفس الأنين كان لازم تفاصيل مادين طي أنا اللي لما كنت شوي هيك عم بعمل ريسيرج على القصة أنت قررت تفتح بزنس بالوقت اللي كان البزنس يسكر فيه أنت قررت تفتح بزنس بوقت الشركات عم تخسر وإنت عندك عائلة وعندك أولاد مسؤولين منك وقررت تاخد هذا الرزق وتطلع وعرفت أنا قديش أنت مريت بظروف صعبة أول ما بلشت الشركة فكان فيها جرأة وكان فيها رزق الخور وكان فيه نوع شوري بهالكلمة كان فيه نوع من الجنون إنك تاخد ذلك قرار شنك بالخور وإنتو بتوصفوا عم ترجع لي المشاعر اللي كنت أحسها وقتها اسمعوا إذا بقولكم رحلة سهلة يا الله شو صعبة يا الله شو صعبة بصير أسألك على فكرة أنك أنت أنت حكيتها بأول البرنامج قلت أنك كيف تقدر تتحول من موظف من تفكير موظف لتفكير أنت مدير الشركة التفكير نفسه بده إعادة برمجة كيف قدرت تشتل عليها؟ ولهلأ بعاني فيها على فكرة كيف قدرت تشتل عليها؟ لللحظة هاي بعاني فيها هي لأنه اسمعي ما نشبع على شيء نشاب عليه فهي فكرة أنه فكر الموظف الموظف بفكر أنه بدي أروح بدي أتواجد بهذا المكان الخيار أني أقدم أو ما أقدم هذا خيار يعود إلي ولأخلاقياتي بس في كتير موظفين بيروح من التسعة للستة بيظل قاعد بيسولف بيضيع وقت يلا صارت ستة لعشرة عشر دقائق وبنروح طيب هذا خيار وفي موظف بيروح بيحط كل قلبه بالشغل شو الفرق بين الاثنين؟ واحد عنده فخور يعني عنده 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 بحس حاله صاحب شركة كمان هو يعني اسمعي غير صاحب شركة معلم أنت جايب لي الشغل هل أنت فخور بالشغل اللي عملته ولا لا؟ بالله عليك أنت مدخلي هذا الملف بتقول لي أنا اشتغلت على هذا الشيء هل أنت فخور باللي عملته ولا لا؟ إذا فخور باللي عملته معناها تقدر تدافع عنه إذا مش فخور باللي عملته أنت عملته من أفا إيدك وبدك تخلص وداخد الراتب وتروح شوتي إيش المصطلح اللي تخدم فخور مش مقتنع مهور؟ يعني فخور مقتنع أنا خلا مقتنع أنه هاي الكاسة تمام خلص بس هل أنا فخور إنها هيك؟ لا أنه فيها لمون وزنجبيل فخور بشغلة ما هو أنت فخور بشغلة أحكي لك لوين بتوصل أنت اليوم بنات رحت على الصحراء بدك تشوي وعملت كنون بالأرض ممكن هذا الكنون يكون بالنسبة للناس إيش كثير تافية بس أنت تطلع عليه وتقول يا الله يسعدني شو إني فنان بس أنت تطلعوا هذا الشعور إذا إجا واحد هاجم هذا الشغل اللي انت عملته بتدافع عنه حتى الموت لأنه يتماشى مع قيمتك انت مرتبط فيه صرت فهم قصدي؟ فانت هاي النقطة لما باجي بقول للموظفين بقول لهم لو سمحتوا وانت يعني اسألي بالشركة بيعرفوا بقول له اسمع ما بحط له ديدلاين ما بقول له تعال سلمني هذا الحكي بكرة بقول له انت دارت خلصه؟ بقول لي مثلا بعد ثلاث أيام بقول له متأكد؟ إذا بتأكد؟ إذا قال لي أوكي خلص أوكي بعد بكرة خليك زلمة وما تجيبه أوكي كبيرة ليش؟ ليش؟ لأنه شغله حاسس حاله جزء من هذه تعلم انت اللي حقيت الموعد طيب الشغلة الثانية إذا عملت هذا الشغل وعملته بقلبه رب وانت فخورة بشغلك وجبت لي أقل ما فيها راح تدافع عنه أقل ما فيها رح تدافع عنه أما تجيب لي document تلت ترباع الكلام اللي مكتوب فيها فيها أخطاء إملائية فيها spacing غلط فيها أنا حشوف العوج ليش حشوف العوج أسألك سؤال الحيط هاي الحيط هاي طلعي عليها بالله عليك طلع شو شايف منها لأنها بيضاء بدك ايوح بدك تدور على طيب احنا مصممين بهاي الطريقة في بقول لك واحد بروفيسور أعطى ورقة فيها نقطة سودة اي فور مطبوع بقلبها نقطة سودة وحكى للطلاب احكولي اكتبولي تلت أسطر عن هاي الورقة كل الطلاب كتبوا عن ايش؟ نقطة السودة فقال لهم تركت كل هذا البياض وحكيت عن نقطة السودة معلم تسرحيش فينا احنا مصممين هيك الانسان مصمم هيك احنا بنشوف الأخطاء فبالتالي ليش بقول لهم هذا الكلام بقول لهم لما انت فخور بشيء عملته تقدري تدافع عنه ضدي فبالتالي اذا دفعت عنه ضدي وانا شرير رح تدافع عنه ضد الجميع يعني ما تروح تقدم للكلاين سيكون جدا فخور فيه مئة بالمئة لما قلت لك ما في خطوط حمراء والله اسمعي اصعب سؤال بتسألي لانسان في التاريخ هو اني اقول لك احكيلي عن ربا عبدالهادي احكيلي عن نفسك ليه ليش لانه عن نفسي ليش لانه انا نفسي بدي احكي عن نفسي ليش عارفة ليش صعب كثير لانه كل اشي في ربا عبدالهادي انت بتعرفيه الكمية المعلومات اللي عندك مخيفة فلما اجي اقول لك تعالي احكيلي اياها اول شيء بيصير عندك نزاع في عقلك ليش النزاع لانه في كمية معلومات مزاحة عند المخرج بدها تطلع منها الفتحة الصغيرة هاي بحالتي انا بجوب كبير بس يعني يعني تطلع بدها تطلع من هذا الفم بديك تبلش تحكي فانتي بصير عندك زحمة في رأسك فالمشكلة التي تواجه الجميع بدون استثناء هي انك تعرف ما انت ولماذا انت وكيف تعمل التلات اسئلة اللي الكل بديوا يعرفهم الناسة تعرف مين انت وليش انت ليش هي الاهم دائما ليش هي الاهم وكيف تعمل ليش طارق ليش اسمعلك واتس انت فورمي ايش ايش انا هستفيد لما اقعد اسمع معك شو الاضاف اللي رح اديد لي اياه وكيف كيف بتشتغل هاي بتيجي بالمرحلة الثالثة ولكن اغلب اغلب الانتتيز الموجودة او الكينات الموجودة صعب جدا تعرف نفسها تب رحكون شوي مور سبيسيفيك لو اجت عندك اليوم دولة فلسطين وقالت لك بدنا استراتيجية للحكومة حاولت والله اقسم بالله حاولت انا معك بس قل لي اليوم انت كيف تنظر عليها يعني كيف بتنظر عليها الفرضية شو هي الحدث شو هو والكونكلوجي بدي اقول لك قصة بتجنن طيب اسمعي والله سؤالك امتاز اه الاصطينية احنا التحرير جاي التحرير جاي ولكن عارفة اسمعي هلأ هلأ هجي بالعيد طيب التحرير لازم نتحرر اول احنا اول احنا الله يرضى عليك احنا نتحرر من حالنا اول طيب احنا شعب بجنن شعب بجنن بس للأسف لما ااجي ايه بدي بتسأليني سؤال فيه بدي اقولك مثل والحدك يفهم راحوا لشركة شركة بتعمل دباغ جلود بدباغوا جلود هذا ما الجلد يا جماعة بعرف في الجلد دونيك حفلة انت قاعد فيها والله حفلة حفلة وغبات لامازون انت قادم بس كتير مريح جاء ايجوا لشركة دباغ الجلود دباغة الجلود فيها كمية كيمويات كبيرة جدا لما بتدبغ الجلد بتطلع الفضلات بتطلع كيمويات عشان الجلد يوصل للحالة اللي بتوصل لما انت لابس جاكاة جلد وين كانوا بيرموها؟ بيرموها بالنهر فالنهر كان يتسمم ولما يتسمم النهر القرى المحيطة بهذا المصنع الجميل الكبير جدا اللي بيعمل جلود فاخرة جدا كان يسمم السمك ويسمم البقر اللي بيشرب من النهر وبيسمم الزرع اللي بينساء من النهر وكل ما حول هذا النهر بيموت فأهل القرى اللي حواليها رفعوا صاروا تكمبلين دايما بالميديا وبالإعلام وعلى السوشيل ميديا صاروا يتنمروا على يعني يكرهوا هاي الشركة بشكل كبير جدا ويحكوا عنها إنها شركة سيئة جدا إنه صارت سمعة الشركة تنزل فراحت هاي الشركة جابت شركة التواصل قالوا لهم ساعدونا الناس تحبنا قالوا لهم حاضر طيب خلونا نعمل أبحاث عنكم راحوا عملوا الأبحاث ووجدوا اللي حكتلك إياه إن الشركة قاعدة بتتمم النهر بتتمم الشجر بتتمم البقر بتتمم البشر وحرقة الأخضر واليابس فرجعوا قالوا لهم الحق الحل عنا جهزوا حالهم الشركة وحطوا لهم الاسكرين هذا البروجيكتر الكبير ودخلت شركة التواصل وشبكوا الكمبيوترات وفتحوا البرزنتيشن طلعت سلايد واحدة شو مكتوب فيها؟ أولا توقفوا عن إلقاء السموم في النهر وبعدين بنساعدكم والحدق يفهم أشك أن الحettiقCOM وصلت فعشان سمع شركة الجلود تتظبت لازم واليابس أولا تقنوع الحديق قبل ما ترجع على فلسطين، أنت أصلاً ولدت بالكويت، عشت حياتك باستراليا، قبل ما ترجع على فلسطين، كان عندك أزمة هوية إنه شو الله جابرني بها الفيلم؟ أنا مرة بيوم الأيام رحت لأمي وقلت لها أنا لا منكم ولا منهم، بالحرف الواحد، قلت لها ما أنا لا منكم ولا منهم حلو عني أمي أقوى أنثة أنا بعرفها، قوة ما بعدها قوة غزوية يا الله ما أقواها، والقوة هاي لو تشوفيها عارفة شو ملاك؟ ما هي القوة كاف؟ القوة، بتعرف إلما بيقولك فلانة قوية؟ بتعرف إنه القوة لم تذكر قط بالقرآن بطريقة سلبية، دايماً بطريقة إيجابية؟ دايماً، القوة المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، صح ولا لا؟ صح هذا حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب، القوة دايماً ذكرت بطريقة إيجابية، بس إحنا حورناها وصلنا نقول فلانة قوية، شو يعني قوية؟ القوة عمرها مكانت أذى، ليس القوي بالغلبة، الرسول، إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي هادي دايماً، بيغلب حاله أول، بيتغلب على نفسه وعلى غضبه، وهلأ بدنا نرجع لهذا الموضوع، فلما روحت لأمي وقلت لها يا أما أنا لا منكم ولا منهم، كان عمري 15-16 سنة، ليه؟ لأنه كان عندي أزمة هوية، كنت مش عارف حالي أنا أسترالي، ولا فلسطيني، ولا أنا مش فلسطيني، ما بعرف فلسطيني ولا بعرف إيش عن الفلسطينية، وعايش بين الأسترال، بس أنا مش منهم، أنا لا بشرب، ولا بطلع بصهر للصبح، ولا بصاحب، ولا بعمل، ممكن بسترقة بس أنه أنا مش منهم أنا مش منهم فاهم أصدي؟ فهون الحجة توقعت مشكلة وفي ميوم من الأيام قالت لي إذا بدك إياني أنا ببلدي ترجع وفعلا حملت حالها وراحت أعدت سنة ونصف ممت من غيرهم ولكن أنا بموت من غيرهم وبالآخر أعطتني الخيار إذا بدك إياني هيني موجود هناك هيني موجود ببلدي ورجعت زي الأرنب عشان محكيش كلمة ثانية بالألفين كيف كانت؟ بالألفين رجعت بالتسعة وتسعين آخر تسعة وتسعين بس لما جلست في فلسطين جلست بالألفين أعدت سنة في غزة وبعدين انتقلت في آخر الألفين أعدت في رمالة سنتين لقيت ثاني أقوى أنثة في حياتي اللي هي زوجتي أيوة تزوجتها فيما بعد ونهلأ عيشين توقبت الانتفاضة؟ أنا عيشت الانتفاضة كلها بالضفة الغبية موسيقى 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 شو ما كنت تحب؟ اتخيل صار فيك تحضر قاد ما بدك أفلام بأقل من 10 دانير بالشهر وكمان خصومات تفضيلية على الفعاليات المقامة على المسرح موفي باس الآن في عمان الآن في سينما الريمبو للاستفسار 078 800 900 أحكي لنا شوي عن بيرزيت وعن الجامعة وعن الانتفاضة بالنسبة لشاب أسترالي جاي على الانتفاضة أجمل جامعة في العالم أجمل جامعة في العالم أحلى جامعة شفتها في حياتي ودخلت كثير جامعات كانت جامعة بيرزيت يا الله شو بحبها بحبها لأنه تعرفت فيها على أعز صحابي أعز صحابي شادي عبدالهادي من هنا شادي أنا هي زي الأخوة مفروض النجس لائموها النجس حبيبي حبيبي لائموها أمان نائموها نحبه نحبه يعني عشت فيها أجمل أيام حياتي فعلا بيرزيت وتعرفت فيها على هوية الأصلية عرفت مين أنا أعرفت ماذا يعني أن تكون فلسطيني أنا عرفت أني فلسطيني أسترالي فلسطيني أسترالي طيب بحب أستراليا جدا أستراليا أعطتني الوفاء للدول اللي بتعيش فيها تلك كثير مهم كثير جدا مهم يعني أنا مثلا أعشق العمارات أعشق أولادي نولدوا فيها عايش فيها أحلى حياة بحب السعودية شغني فيها طيب بحب كل الدول العربية بشكل عام ولكن أنا فلسطيني أسترالي لأن أسترالي أعطتني العلم أعطتني خبرات بجوز ما كانت تكون عندي هلأ حببتني بمين أنا أكثر يعني طيب ننتقل لتخيل طيب بس عندي سؤال على شغلة هي مسررة بكيك لا بكيك لا لا والعمق والله أنا ما أخدي الصعيد التجاري الحمل اليوم بالذات بعد 7 أكتوبر كتير تيل على الفلسطينيين اللي عايشين جوا فلسطين إيش بتحس دورك أنت كفلسطيني عايش برا هل بتحسوا أنه أنا دوري بالإعلام دوري بالمساعدة من الخارج دوري أني أرجع بيوم من الأيام إيش دورك كطارق لأن الحمل كتير تقيل اليوم ما بارا ولا مبارا أقسم بالله مبارا سعد تخيل يعني حتى اسمعي أنه أنه أعتذر لهم ما بقدر جد والله شو آسف شو يعني من غزاوي طعبة اليوم الحمل شو بدي أحكي لهم قليلي شو قلهم آسف آسف إيش يعني آآ تخيل هل عمرك تخيلت نفسك قاعد ورى مايك ومحاور بطفولتك بكناتك نا نهائيا كيف وصلنا لأورى المايك ما بعرف خلص أنا طول عمري بخاف من الكاميرا بشكل مبالغ فيه بتوتر جداً من الكاميرا وبطلت آآ تصالحت مع الكاميرا؟ لا بطلت خاف من هذا آآ آآ الكاميرا بالنسبة لي كانت شيء شوف وإحنا بنحكي لو ما في كاميرا هو كلام بنقوله آآ وخلص بعدين يعني بقدر أتراجع عنه بأي لحظة بس هلأ لا هذا مسجل إلى الأبد فكانت عندي هاي القناعة فهي عملت عندي درجة رقابة أعلى آآ من بابين واحد إنه الكلام مسجل اثنين إنه الناس صارت تعرفك فبتوقع عنه الكاميرا عملتني إنسان أحسن في الواقع لأنه بعض الصفات اللي كنت بتصنع إنه أنا هيك هلأ أنا مجبرني أكون أنا هيك لأنه الناس بتعرف فأنا عملت التزام أمام البشر إنه أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة فما بينفع أتراجع عن هذا الالتزام إطلاقاً ما بدي أفوت بك لشهات الحلقة الأقرب إلى قلبك والحلقة الأصعب إلى أبصر مين هو سؤال واحد الحلقة اللي أثرت فيك بنوتة اسمها كل حلقات بحبهم تأثيراً بنفسك تأثيراً لو واحد على البيت جد صفنت باللي صار معاك اليوم والله كلهم بس هي حنين التميمي أول بودكاست تجلته كان مع بنوتة اسمها حنين التميمي عندها متلازمة توريت متلازمة توريت شيء جداً صعب على طفلة بعمر السبع سنوات وقت مضربها وظهر عندها بالتين يارز وزداد وبنفس الوقت فقدت والدها اللي كان كل شيء بالنسبة لها فأثر فيه كثير لأنه شفت بنتي حسيت بالشعور اللي حست فيه الضغوطات المجتمعية اللي صارت كون المجتمع ما بيفهم ايش يعني توريت وكونها في عمر هو الأشرس إذا بتفكره ترى اللي عمرهم 8 سنين و 9 سنين مو سهلين أبداً الأطفال مو سهلين ما تفكر إنه الطفل بيقولك أشرس عمر للإنسان هو السنتين ثلاثة شايفوا هذا الصغير اللي يلقاد؟ هذا لما تاخد منه شغل شو بيعمل؟ بيصير يرفس ويخبط ويضرب صح؟ انت متخيل لو هذا بحجمك شو بيصير؟ صحيح بيدمر الدنيا لأنه وعيه بالمرحلة هاي ما عنده الوعي إنه تنيجوشيات ما عنده مش موجود فعمر السبع والثمان سنوات هو عمر شرس جداً ما عندهم مشكلة يتممروا ما عندهم مشكلة يؤدوا صحيح لأنه بكونوا مرحلة التوجيه لسه وتكوين شخصيتهم والطرف الثاني دائماً سؤالش معنى أنا وليش أنا هذا برضه مزعج بهذا مرض يعني ليش أنا عم بيصير معاي هيك؟ ليش أنا مش زيهم؟ ليش أنا مختلف؟ فأنا جداً فخور في حنين طبعاً أنا شفت هالحلقة و ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها عن جد الضغط بيعمل ألماس والله العظيم طبعاً 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 جاهزة؟ أنت جاهز؟ أنا جاهز أنا متجاهز شوفين؟ رح نطير؟ وآن أعزائي سوف نلتقل إلى الفقرة الأحب إلى قلبكم جميعاً اللي هي يا أستاذ طارق من بعد أمرك يعني في عندنا خمس أسئلة هتسألهم الأستاذة أوروبا أو مع من الرقصة؟ لا 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 هذا سيزن 2 طبعاً في عندنا خمس أسئلة حيكون جوابهم بكلمة أو بجملة وأنت مش ملزمة تبرر جوابك إذا بتحب برر أنا بحب الشرح هي ما تحب الشرح؟ المخارج ما بحبش الشرح حبيبنا المخارج لا أي الفكرة؟ سلم عليك مختار صح بظل الطاوش معه مختار أنا مسكين هنا خمس أسئلة جواب بكلمة أو بجملة مش ملزمة تبرر إذا حسيت حالك عب تبرر لك كامل الحرية تفبلي أستاذ شو في نصيحة؟ حدا قال لك ياها أو لليوم بتقتدي فيها؟ أبوي حكالي ما تحس ما تحس بالأسى تجاه نفسك وما تفاوض عقلك كمان مرة معلش؟ ما تزعل على حالك واو وما تفاوض عقلك تمام المفاوضات دائما تؤدي إلى خسارة مية بالمية للطرفين ومين الطرفين؟ انت وانت انت وانت فما تفاوض حالك قررت أنه أنت بدك تشتري هاي خلص قررت وعملت حساباتك بدك تفتح بودكاست خلص افتح البودكاست لأنه عقلك بظل يرجع ويتزانخ عليك أقول لك ولو صار هيك ماذا لو؟ فلما بلشت بالبزنس تبعت هاي النصيحة لأنه لما أخذت القرار ترى ما كان سهل بس ضليت بعدها سنة وهذا يفاوض فيه ولا يرجع ولا يرجع تبك مهنزت ولاك لو صار كده يعني فما تفاوض عقلك أنا أتوقع لو أنا مكانك من الموقف تبع صاحبك كان خلص يجبب وخلصنا يا الله شو كان راح عليك؟ فلو سامح هاي المعلومة أنا من أول أو هاي النصيحة يا الله شو راح عليك كان لو بطلت اه والله كمل ما توقف مية بالمية يلا ناكست اه قولي فيه شغلة أغلب المشاريع الناجحة بتسكر قبل ما تنجح بأيام فاهم الفكرة؟ اه إن بتوصل لمحل خلص بدها تنجح بيكون بسكر اه والله العظيم والله العظيم اه شو فيه نصيحة أحد قالك إيها وندمت إنك سمعت لها مش خايفة حاسس فيه مجلد لا لا برضو صاحبي اه أصحابك مش عارفة أنا تعال تعال نتزلج انزلت 14 ثانية كسرت رجلي بأربع أماكن مختلفة بأربع عشر ثانية غير أصحابك حبيبي سامح الله يزعدني إياك غير أصحابك لو أفضحهم كمان سامح يا أنا وقف عليك الكسر بثلاث ثوانية تقريباً يكسر بثلاث ثوانية يه اسمع ضليت شهر بعدها ما أشربش مية بسلج طبعاً شو في قيمة كان عندك ياهو راحت مع الأيام القيم ما بتروح القيم ما بتروح بس تنحط بعرف نوعاً ما اسمع أنا برأيي القيم ما بتروح القيمة صعب جداً لو راحت القيم مشكلة صيبة رد علي القيم ما بتروح القيم الصفات بتتغير آه بتكون عصبي بتهدى آه أما القيم يعني لما واحدة بتدور على عريس ولا واحدة بتدور على عروسة القيم سيبك من الباقي ترى اسمع قد ما كانوا عيونها حلوين بعد 8 شهر بخلاص كل يوم انت فاهم؟ بس القيم تزداد جمالاً كل ما قدمت تزداد جمالاً فأنت المشكلة اللي بيجي بيقول له بابا شعرها بكتلني أصدي 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 تتزوجك لقيمك وليس وليس عشان عشان تضحك لا أنا بدي أصرح للفكرة إنو مثلاً أنا دائماً كنت دائماً واحدة من القيم اللي عندي أاخد حشن النية قبل سوء النية هاي بطلتها هاي خلاص أجلتها بديش أقول لك محيتها اللي عم بتعامل معاي لازم يثبت حشن النية قبل ما أتعامل معها كنت دائماً أخد فهون من هون إجي هاد السؤال بس أنت القيمة اللي عندك إنو أنت أقول لك كله إنائم بما فيه ينضح من وجهة نظري طيب أنت زلم نيتك نظيفة قيمتك أنت نظافة النية نظافة النية صح هاي ما بتتغير لو كل الناس أثبتوا لك العكس صعب جداً تتغير يعني هلأ في بعض الحالات اللي ممكن تتغير فيها القيم ممكن ممكن بس حتدور وراها ارجع للأصل حتلاقي إنو في خلال مربوطة بكتال أو صار ضربة شديدة جداً في حياته إنو صار إشي مفهوم مفهوم شو في قانون مجتمعي بتحب تضيفة للوطن العربي؟ وهو؟ يعني كواحد مقيم بالإمارات ما أظن أنه يغلب قانون مجتمعي يعني بعرفش إذا بنفع يكون قانون بس إنو يعني احترام الاختلاف ومش ضروري يكون عندك رأي بكل إشي صراحة مش ضرورة تفهم بكل إشي يعني مش مقنوب منك تفهم بكل إشي مش ضروري يكون عندك رأي بكل إشي والله جد يعني عادي ترى يعني عادي تسمعوا بكل إشي الشارع اللي ورا بيتكم صارت في مشكلة ترى مش ضروري تكون عندك رأي بكل إشي نحن كثير أين أنت؟ مئة بالمئة أنا دائما رأيك أوكرانيا صح لا أوكرانيا غلط وبيعلقوا ببعض اثنين أولاد عام طب انت أمرك ضد أوكرانيا لا طب ليش هالأد يعني لعندك مشاعر تجاه الموقف تجاه كل الشاعر شو الهدف؟ شو الهدف اليوم؟ هدفي؟ لطارق لتخيل لسعش هدفي يا الله هدفي رحت على إفنت مؤخرا لتوني روبينز أخذت قرارين أني عمري ما أحضر إفنت لتوني روبينز مرة ثانية لا لأنه إحنا اللي عنا أحسن والله العظيم اللي عنا أحسن إحنا مشاكلنا تختلف عن مشاكلهم وكنت قبل الإفنت بقول أنه أنا كثير مبسوط بتخيل ما شاء الله وكذب وأنه أنا مش فارق معي أرقام المتابعين وعيك رجعت من الإفنت عندي قناعة مختلفة تماما ليش؟ لأنه أنا من وجهة نظري من وجهة نظري الهدف الي قاعد بقدمه هدف جيد لأنه أنا بدي أساعد فبالتالي صار الرقم يفرج معي لا بدي أوصل لكل الشباب العربة كلهم إذا بقدر أوصل لهم كلهم رح أوصل لهم طيب فليش؟ يشهد الله ما بدي شيء بدي أنه اللي ممكن يحس حاله أنه بدي يستفيد تكون حياته أفضل شغله أفضل عيلته أفضل وبقدر أساعد رح أساعد بكل ما أتيت من قوة ويشهد الله علي هدف سامي ونبيل شكراً كتير طار إلى وقتك اليوم من أساعد لي يا أخو تخيل عزيزي المتافأة أنا رازم نخلص نخلص هاي خلقتي معا لدي صفحة كمان قام ثقافي وضربي صفحة كمان أسئلة طعم يعني أتمنى أنه ما تكون هاي الحلقة تقيلة عليك إيه؟ إن شاء الله تكون محبتت معنا نحب كتير نشوفك مرة كما هي؟ كما هي وأنا من الناس الفخورين جداً أنه أنت موجود أصلاً على نفس الكوكب أقسم بالله أنا الفخر كله لأيلي أقسم بالله شكراً عن جد شكراً عن جد اللي عم تعمله و اللي عم تسويه مع هالعالم مع هالناس والهايلايت والسبوتلايت اللي عم بتعمله ببرنامجك غير كثير لو بإشي بسيط لو بكلمة بسيطة عندي كثير من الناس وأنا واحد منهم زاد عندي معلومات ما كنتش بعرفها والله العظيم يا جماعة إحنا أحسن أمم الأرض طبعاً أقسم بالله بقسم لك بالله إحنا أحسن ناس في العالم صحيح إحنا ما بنقذي حد طيب مش أحسن إنه إحنا أفضل منهم كلهم لا كنتم خير أمة أخرجت للناس إمناح بالتواضع إمناح بالتساوي بالتسامح ترى إحنا إحنا مش مجرمين هاي الأشياء اللي زرعوها في راسنا أقسم بالله غلط صح والله غلط لا أنا معك فلازم يكون فخورين بحالنا فخورين بمستقبلنا فخورين بتاريخنا ونحب حالنا ونقارن حالنا بالرجل الأبيب لأنه هو مش أحسن مننا رحي نصر وللأسف بالطر فأقول لكم نشوفكم الثلاثة الجاي الساعة الثلاثة معنا إحنا الثلاثة السلام عليكم